اشتركوا في القناة ممكن ما منعتها الأهمية إلا إذا تطورت وهملناها ومش مفروض نهملها منصلى الوقت منقول قف تياراتنا عرفنا قبل كأننا تعالجناها قبل ما تصير تطور نصلى الوقت مجبورين نعمل شيء اسمه عملية بتعرف بيننا كجراحين عظم أنه منعمل كل جهدنا نعالج طبيا قبل ما نصلى العملية لما نقول أوجه عضلات الفخدان عن أي عضل عمنا العضل الأساسي اللي هو أكبر عضل بجسم الإنسان الكوادريسابس يلي عضل من قدام وفيه كل عضل من وراء يعني كل الفخد من قدام ومن وراء بنفس الوقت بيكون هالوجع على كل العضلات فيه يكون بنفس الوقت بس إجمالا بيكون على ميلة أو على الميلة الورانية أو من قدام يعني يا الكوادريسابس يا العضلات من وراء فإذا كان هالعضل الكبير يعني اسمه الكوادريسابس عم بيوجع الشخص بده يشكي من هالوجع هيدا الوجع يعني شو هي العوارض وجع دايم وجع بأوقات معينة على مجهود معين حسب شو السبب إذا كان السبب تابعه من مشكلة الشريين أو مشكلة عضل بحث زيته كعضل أكيد وقتها بيعمل حركة وقتها بيتحرك وقتها بيطلع دراج وقتها بيقف مدة طويلة بيقولك عندي واجر بالفقدين من قدام ما فيه وقف مدة طويلة إذا كان السبب تابعه قضية مش الشريين قضية بس عصب هون بدي يكون عم يعمل إفار عم يحمل شي مثلا عم يطب بشكل بحس إنه فيه شي لمع وجع من قدام على الفقد بيكون جاية من عصب ظهر جاية بسميه الكوريرالي يعني الكوريرالجي الوجع من قدامه وجع على الفقد من قدام يعني هي الكوريرالجي بتعطي هالتنميل هالتشنج بالعضل وجع من قدام مش بس وجع لأنه التنميل كامي بالعبدور خاصة وقت يكون عم يمشي فترات طويلة وعم يتعب العضل بحس إنه عنده تنميل لازم يوقف صار فيه خدار بالعضل حسب الأسباب بد فيه يكون يا عطول يا عند المشهود يا حتى تالت شيء أهم شيء بالشغل كمان ما بنمره عليها وما نعطيه أهمية وجع بالليل بالليل بدون مجهود من دون أي مجهود نيم الزرامي عنده وجع وقتا بكو فيه وجع بالليل دغري بنمره على شيء اسمه انفلماتور التهيبات وجع الليل ووجع الانفلماتيون إذا فيه التهيبات التهيبات بالعضل بحد زيته بده يحس شخص عنده أوجيه بعضله هون بيلعب دور إشياء كتير فيها كل أنواع الريماتيزمية بتقدر أعطي أوجيه وبعدين بدنا ننتبه لشغلك كمانا أحد الأسباب وجع عضلة من قدام على الفخد فيكون جيه من الركبة إذا عندي تكلس بالركبة أو إذا عندي مشكلة بالورك تكلس بالورك بيعطيها الوجع بحس عم بيوجع عضله من قدام على الفخد من قدام فكرايز المفاصل وقتها بتعطيها الأوجيع فيها تكون إذا كانت التهيب بالمفصل شو ما كان أنواع الريماتيزمية كان بالورك أو بالركبة بتعطيها الوجع بالليل بحس بوجعه اللي ما عم بيعمل أفور ما عم بيمشي ولا شي وعنده هالوجع وبيحسوا أكتر شي بالليل أكتر من النهار هلأ إذا فيه تكلس كأرتروز ومش عامل كريزة أرتروز هون عند الحركة وقتها بيحرك مفصله عم بيطلع درجة أو عم ينزل درجة أو عم يركع أو عم يأرفيس أو عم يمشي حتى للورك بيقلك عندي وجع بالعضل بحس بيشد عضله من قدام أكيد مش من المفروض نقول خلاص صيد العضل هو المريض نو بدنا ننبش عن السبب إذا كان مشت بالورك مفروض يتقالج الورك منعرف وقتها بيكون فيه تكلس تكلس الورك درجات هيدا الأوجاع فيها تكون طويلة أو خفيفة ومزمنة لازم لا قبل ما تزيد لا ما تزيد مع الوقت بدأ تزيد نووي مستحيل أنه تبقى هي زيتا لان إذا عنا مثلا تكلس بالورك لعطي تكلس درجات واحد واحد نص نا اثنين نص ثلاث نص ثلاث نص خمسة خمسة انتزع المفصل معه يتحرك كليا بس قبل ما ينتزع كليا المفصل بلش يعطيه أوجاع دجا على طية الورك وعم ينزل على الفقد لقدام طيب إذا بلشنا من قدام بلشين بالدارج التكلس واحد أو أحد نص بتعطيه إدوي بالتم مش تنسكن الوجع أنا مش مصلح تسكن الوجع سكن الوجع يعني بسكن له وجع وخليه يكبس على وركه أكتر وينزعه أكتر نو بدي أعطيه شيء يغزي الكارتلاج غزي المفصل حتى جرب وقف التكلس إذا كان بدرجات أكبر 2.5-3.5-4.5 أكيد بعمل أبر كلاجان وأبر كارتلاج بقلب مفصل الورك حتى غزيتها موصل لوقت أعمل مفصل استناع على الورك أنا عم تشوف دكتور إذا هالأوجاع يعني معقولة نمرق من حد وما ننتبه له أو لا بدأ تلفط نظر بدأ تزيد واجع مؤلم يعني بدأ تزيد مثل اللي أبعد لك عندي واجع على العضر عم بحس شيء عم بيعمل إلا إذا كان قضية ميتابوليك يعني كيشو ميتابوليك كمين بتعطي واجع على العضل هم الأشخاص عندهم سكرة نعم بتعطيهم واجع من وقت لآخر بحس وجعهم على عضل ومن قدام مش عليين معه كتير الجليسيمي سكر بالدم وعامل اللي بيقدر يخف هالوجع بهالوقت لأن هيدا إلا علاقة مع الشريين صغيرة بالعضل بتعطي هالوجع دونك هيدا بتقدر تخف تروح وتجي أكيد بتصير موز مني أكتر هيدا إلا علاجات كمان أكيد مفروض نعالج الشريين الصغيرة نجمد السكرة حكما السكرة مفروض يهتموا بطريقة ما يخلي يزيد السكرة أو مش بس يزيد السكرة بالدم ما يعمل دي بيك اللي بينزع بشريين السكرة الصغيرة بسمه هي طلعت ونزلت هي طلعت ونزلت اللي بتي بيك بيثيره ونزل هيدا بينزع الشريين فهون لمرضة السكرة قوات كتير يعني بيأكلوا بشكل مش مش مناسب لألون يعني سبحان الله كلمة واحد يكون مواسكرة كلمة يحب السكرة أكتر كل شي بالعكس يعني بيصير يطلب جسمه أكتر سكرة وهيدا مشكلة فالطلع والنزل بالسكرة مش منيحة كمان لهالموضوع فإذا كل الأعمار ممكن أن نصير معها حسب الحال اللي موجودة ما فيه مش أنه يعني هي على العمر بتجاه الشغلة نو فيه كوب بحيال الأعمار هلا إذا بعمر أصغر وموجوع من قدام على عضله عم يوجوع موجوع ونهو النمو نحن مصنوات النمو بدي يكون على المفصل بيكون أكتر شي عركب تحت لأن النمو بيكون على تبيا والفيميور من تحت على الركبة هون بيحس على أوجه النمو مثلا كان وجع عضل عند ولد عم يشكي أنه عنده وجع خاصة إذا عم يمشي عنده عرجة صغيرة تلفظ نظر هي العرجة لابتت بوتري من العرجة الصغيرة مع وجع اللي عم يشكي فيها الولد دغري عمله صور هالورك في مشكلة بالورك في مشكلة على الكرتلاج دوكروسانس يعني الكرتلاج النمو تبع الورك اللي يكون عم بيعملنا شي مشكلة أو التهاب بالورك عم بيعمل ميكروبي بالورك فيها تكون ميكروبي جاي جرح أصبعه ومشي الميكروبي عم لت أرتريت سيبتيك وخطرها الشغلة أن تأكل رأس العظمي دائما هي حيالة واجعة خاصة عند الصغار ما نخدأ للجار ما نقول عم يتغنج وما بدو يروح للمدرسة فضل أعمل أنا إيكوغرافي مش عم بعطيه عرضه لأشعة ما بدأ عمله أشعة إيكوغرافي صورة صوتية من إن أعمل له أشعات بعمل له إيكوغرافي للورك وإتكد إذا فيه ماء فيه تهب بقلب المبصل وبتمن بيلي إذا فيه مشكلة أو لا حتى لو عملت صورة منا نمسيب صورة عم يعملها مرة بالسنة هالصوية تيتأكد بس ما أمره أحد شي مشكلة وما عم بانتبه له فإذا أهمال هالموضوع رح يكون عم يتفاقم ويؤدي لمشاكل لمشاكل أكثر مش إنه شغلة موجودة ومنتعود عليها مظبوط فمشين هيك خاصة عند الولاد لعنده ما منقول إنه عم يتغنج عند كبار غير عند الرياضيين أكيد وقت الرياضي بيكون عم يشكي من عضله من قدام مع الرياضيين خاصة بيعملوا رياضة الكمبيتسيون ورياضات ثلاث أربع مرات بالجمعة تمرين أو أوقات فيه منهم بيعملوا كل يوم تمرين تت ساعات عندهم نفو معين بالسبور هون بدنا ننتبه لهذا الشيء كمان نشوف ليش موجوه عم بيديق عضله أكتر عمل من دون ما ينتبه لأنه أوقات بيعملوا موفمان برياضة بيعمل شرير بيعمل تمزق بيقولك فيه تمزق بالعضل بالكوادريسيرس هيده مهمة كتير مش مفروض يهملها لأنه بتبلش بوجع صغير بيصير زيد نتف ونتف بيصير يكبر أكتر وأكتر التمزق بيقدر يعمله مشاكل لم تستقبله رياضي لأنه مفروض يتعالج بسرعة ريحة علاج موضعي حتى بدنا قدرنا نصل لوقت أو قد تصل للعملية حتى بس قبل العملية أكيد بنعمل أوبر كولاجين للعضل تنساعده حتى عمل سيكتريزازيون سريعة يعني التراوما فيها تسبب هيدا المشاكل أكيد مش درو يكون الشوك حيث هو تراوما كيف يعني رياضي عم بيعمل رياض عم بيركود بترياضة عمل تقلع بشكل أو عمل ومزق عضل كوادريسابس من قد بسير يجع على التمرين أكتر خاصة أشخاص يلي بيعملوا تبلشوا بالرياضة تبييتهم من دون ما يعمل وارم أب من دون ما يحمي من دون ما يحمي عضله ايه بيقدر يعمل ديت الشرير بتصير تزيد مع الوقت مش إنه ديت الشرير مسكورير خاصة تمزق العضل مش الحال نون مفروض مفروض هو الوجع على كل العضل ايه على ترجيه اجمالة الونيلاترال عمالة وحدة إزاترومة إزاترومة هلأ أكيد بتجيب تقليل في ناس بيعملوا دي دي نقصهم ماجنيزيوم ماجنيزيوم بيقدر يلعب دور بهالشي لا بس هو الكرامب شي وهذا الوجع شي تاني احنا نقدر نفرق غير شي في فرق كبير كتير وجع هون وجع أقو أكتر الكرامب يعني لحظاته بيروح أبسوليما بس جي أكتر بأنه كل الوقت عنده هون بيحس وجع كل الوقت موجود عم يزعجه على كل حركة حتى هونين بالليل عم يعمل حركة بباعي هالوجع إذا كان فيه تمزق بس الكرامب أكيد بتجي قوية كتير مضبوط بس على مدة قصيرة بتحل نتفو نتفل عملت كرامب بباليش بعدين يرخي العضل الكونتركتور إيجو اللي عملت تباليش ترخي تفنت فيه أكيد مزاجة أكيد بدأت عيد مفروض أنه نعطي إدوية تتشيل هالكرامبات تشخيص وعلجة بعد هالواقفة منتبع سنتين مع بروفيسور بير رجميل اختصاصي جراحة عظام ومفاصل وعمود فقري عم نحكي عن أوجاع عضلات الفخدين قد الدياغنوستيك بقدر يكون دقيقة بما أنه يعني متعدد الأسباب متعدد العلاج أكيد سؤال المريض وشو أوجاع والكادر كيف هو قد يعمر المريض كيف يقدر يعطينا قد يجع فكرة أول فكرة الفكرة الأولية بس أكيد في فخصات بدنا نعملها مثل ما قلت أنه نقدر نعمل إيكوغرافي للعضل تنشوف إذا فيه بوس على الأعصاب أو شيء أو شو ما كان في كتير صور نقدر نعملها تنقدر إن أكيد أكيد حتى الصورة بنصل لصورة عادية أو أمرأي للورك ولل للفخد تتأكد أنه ما عنا أي مشكلة لا بالعضل لا بالعضم ما في العصب يكون عاملين الأمرأي للظهر تتأكد أنه كل شيء منيح حتى بنصل لوقت نعمل فحصات مع دوبلر للشرين تتأكد أنه كل شيء منيح لك عندنا للتشخيص شو هي العلاجات العلاجات حسب كلك إجمالا بنعطي شيء تنسكن الوجع مثل ما عملك بس تسكن الوجع مش شغلت أنه سكن الوجع وقال له خلاص صحات لا بنسكن الوجع وننبش على السبب حتى عالش وإذا عندي مشكلة بالمفصل مثل ما قلت مفروض نغزي المفصل إذا عند الولاد عنده مشكلة بالرأس العظم عم يفتفت مفروض نريحه ونعطيه علاجات وبوسيون حتى وقات نجفص منه نص البطن لتحت لإجر عند الولاد الزغر بالعمر حتى ما نخلي يتحرك كتير رأس العظم إذا كان عم يفتفت نقدر نساعده فينا نعطي إذا كانت قضية عضل بس وحده بحد زيته نعطي ريحة بعدين مع فيزيوترابي رياضة أول عضل التكلس أكيد في علاجات نقدر نعطيها بالتملة التكلس وحقا إذا كان بالركمة أو كان بالمفصل حتى نغزي المفصل سنخفف الأوجاع ونساعد المريض لم يتفاق ويزيد أكتر وأكتر مشكلة المفصل ينتزع أو العضل ينتزع أكتر وأكتر والواجه أكتر دكتور أوقات يعني الواحد بيعمل كتير مجهود فكل عضلاته بيصير يجعوه ومنهم عضلات الفخدين مزبوط ويعني عن رياحة بيمشي حاله هيدا ما بيعتلهم لا بيعتلهم بشغل لأنه مفروض يعمل رياض تعطي أول شي لازم يعمل مش أنه رياضة بيسموه من وقت لآخر بيعمل رياضة بيعملها مستمرة ودايما عطول عطول بيقول أنه بده يحمي عضلاته بده على مهله حتى ما يخلي العضل يعمل بسرعة ويتوجع الواحد طلع درج أربع خمس طوابق رح يوصل طبعا تعبينه وأكيد عضلات وعنده وجع بالعضلات حسب العمر لأن هون بدي يشوف إذا الشريين عم تصال أول ما تقليلي عندي مشكلة هون في مشكلة شريين بدي حسب عمره معه سكر عنده مشاكل الشريين كيفية يعني يوصل تعبين شي ويوصل عنده عضل واجع عضل وطولت من بعد الرياحة مفروض نشوف شفلي فحصات دمك شفلي سكري كوليستيرول تنشوف بركز الشريين مسكرة ببهتم بالشرين أكتر من الظهر لأن تقليلي طلعت الدرج بتشتغل أكتر شي على الشريين لأن بكون في ديء بالشرين هي بتاعتي أوجاع هلأ ديء بمجرى الظهر كنال لومبال يقدر يعطي عند المجهود وطلعت الدرج واجع بس الديسك جميلا أو عنده مشاكل بالظهر إجميلات ما بيد ديء إذا طلع أو نزل الدرج لأنه نعتبر وقت رياضة للظهر بتقوي عضلة الدرج وقت بتطلع درج طلعت الدرج بتقوي عضلة الدرج وهي علي أن نطلع جلسين لأنه نطلع درج جلسين لأنها تقبله رياضة مجموعة تطلع درج جلسين إذا طلع بطلع مش درج تستطيع تطلع ما فيك تطلع جلسة بتقلبي أو لورا وجهور تطلع تطلع إذا في طلع هيك طب بس إذا طلع الدرج عطول تطلع هيك جلس بروفيسور بيرجميل شكرا لألك و للمعلومات أهلا وسهلا فيك مناخذ أفعل أمجر تابع عليك